ومساحتنا الأخيرة لليوم راح تكون ضمن عالم الطب وتحديداً عالم الطب النفسي كتير من الأشخاص يعانوا من ضغوطات الحياة وبيوصلوا لمرحلة من حياتهم بيعتبروا أنه كل شيء انتهى هنون مقادرين يكفوا يمكن بس يمر فترة زمنية معينة بيكتشفوا رشا قديش أنه كان موضوع كتير بسيط وما بيحتاج أنه نحن نوصل أو نفكر بالانتحار أو حتى نحاول أنه ننهي حياتنا والعكس صحيح نشوف حالات كتير اليأس أخذ تحيز كتير كبير من حياتها وشفنا حالات وسمعنا بحالات انتحار كتير بسبب مواقف يعني أيه الإنسان الصح والسوي بلاقيه هي كتير صغيرة ممكن تنحل وبنرجع من أكد نحكي مع الدكتورة غالية أنه الأهل والمنشأ هي اللي بتأثر بهذا السلوك فيما بعد صحيح نحن بشهر كمان للمعلومة بشهر توعية بأنه عدم الانتحار أو يعني نشجع الناس ما تنتحر ولكن حكي أكتر عن هاي الشعوري اللي ممكن نحنا نوصل له كيف ممكن نقدر نساعد حانا أو حتى المحيطين بالشخص يلي عمينوا الانتحار كيف ممكن يقدروا يساعدوه تفاصيل كتير رح نحكي لليوم مع الدكتورة أنس دالي إختصاص بي أكتوب من نفسي ساعد صباحك يا دكتور ساعد صباحك وان أعلى سهرك لكم ساعد صباحك دكتور ساعد صباحك هلأ شخص اللي بده ينتحر ممكن نحنا ندرك أو نحس أنه هذا شخص بده يعمل شي مو مزبوط يعني طبعا مو بالضرورة بس ببعض الأحيان طبعا ممكن غالبا الانتحار خلينا نقول هو ما نتشخيص قائم بحفزاته هو يأتي خلينا نقول عرض أو ظاهرة فيه سياق أمر آخر فيه سياق اضطراب آخر فدائما نحنا بدنا ندور على الدلالات المرضية النفسية الأخرى اللي ممكن تأهد للانتحار مثلا أشجع يعني أحكينا على الحالة النفسية طمام 95% من حالات الانتحار هي مرتبطة باضطرابات نفسية مشخصة والـ 5% الباقية يعني هي بين أنه بداية اضطراب نفسي أو نتيجة حالة انفعالية معينة أو تسرع أو إلى آخرية 95% من حالات الانتحار هي عند أشخاص مصابين باضطرابات نفسية ومشخصين فالنسبة جدا 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 عالية فنحنا مثل ما ذكرنا الانتحار هو ما نو شغلي مجرد بحفزاته ما نو اضطراب بحفزاته إنه فقط انتحار أو لا انتحار شخص بين يوم وليل صابه مرض اسمه الانتحار أو الرغم الانتحار أو بموقف مع أنه خلصت خلصت الحياة تماما طلعت ستتت حالي تماما بد يكون فيه أرضية لما تصاعدني 5% اللي هي أيضا ضمن حالات انفعالية نفسية بس هو ما وصل لمرحلة الاضطراب يعني ما نو شخص باضطراب آخر الآن أشياء الاضطرابات اللي ممكن يجي فيه الانتحار وهذا الشيء شائع يعني ما نحكي معلومة جديدة موضوع الاكتئاب بدرجة الأولى الاضطراب الاكتئاب بـ 70-80% من حالات الانتحار سبب اكتئاب؟ تماما سبب اكتئاب هناك دلالات معينة مرضية ممكن أنا استشفها ممكن الشخص تلاحظ عنده تراجع الاختلاط بالمحيط ضعف الاهتمام بالنظافة الشخصية عزلة كاملة بالمطلق ممكن مثلاً في بعض المؤشرات اللي ممكن خلينا نقول تشير أحياناً بيحاول مثلاً يعمل نوع من تقوص الوداع المعينة الغريبة المفاجئة ممكن يترك رسالة معينة ممكن حتى يلوح بفكرة الانتحار وهون في نقطة مهمة مو بدلوها دائماً تكون بغرض جذب الاهتمام يعني التلويح بفكرة الانتحار قد تكون بغرض الوضاع فعلاً هذا قرار أنا محاول صدره للمحيطين تكون تتقبلوا هاي الفكرة فممكن الشخص حتى بحد ذاته أنه يحكي عن موضوع فكرة الانتحار ويحكي عن نية معينة بهذا الموضوع هناك قضية أساسية وكتير مهمة كمان دائماً الشخص اللي دائماً بيسموه في حالة معينة سجلة مرة أنه الشخص اللي عنده حالة فقد معينة يعني شخص فقد شريكو فقد حبيب فقد أخ تقوص للحداد المستمرة لفترة طويلة يعني تقوص للحداد لما تتجاوز عدة أشهر وطبعاً عدة أشهر لا تكون بشكل مستمر طب إذا تجاوزت هذا الموضوع يظل الشخص أفكاره مرتبطة بالشخص اللي فقده سواءً بوفاة أو بغير وفاة في حالة سجلت بفترة من الفترات شيء اسمه الذكرى السنوية يعني سنوية الانتحار أو الذكرى السنوية أنه الشخص ممكن ينتحر بنفس الذكرى السنوية للشخص اللي فقده هي سجلت حالي ونعمل عليها دراسة فاللي أصدت وانا حتى مثلاً واحدة من الأمور المهمة كتير ونلاحظ أعراض مرضية أو أعراض نفسية كتير شديدة مبالغ فيها بعد حالة فقد واستمرت لأشهر طويلة كتير وما عم تتراجع هي رايحة باتجاه تصاعدي كمان هذا واحد من أهم المؤشرات اللي ممكن تدلع موضوع فكرة الانتحار دكتور خلنا نحكي بفكرة الانتحار بشكل عام بالنسبة للأشخاص الأصحاء نفسي يعني يعتبرون أنه هو هروب من الواقع ولكن إذا بدنا نكون نحنا محل الشخصي يعني نفكر بالانتحار هو حل المشكلة ما نهروب أبداً هو خلص حل المشكلة نهائياً مع الطعم بيعاني أبداً فاليوم إذا نحنا نعرف في حدا بالمحيط فينا يمكن عنده هاي الميول شو الخطاب اليوم اللازم نحنا نحكيه معه حتى عن شين هاي الفكرة من الانتحار طبعاً هي فكرة أحدى النظريات النفسية يعني إذا بتعادنا شوي خلينا عن الطب المجرد يعني اسباب البيولوجية والنواقع العصبية في بعض النظريات النفسية بعلم النفس بتحكي عن شيء اسمه العجز المتعلم أو يعني العجز الفاعل شو المقصود فيه؟ المقصود أنه طفء مثلاً الشخص خلال فترة نموه وخلال فترة حياته كان نتيجة البيئة اللي تم تربيته فيها كانت البيئة صارمة إلى حد ما كانت البيئة تمنعه من انه مثلاً يمارس نشاطات معينة ياخد حقيته وكون استقلاليته فبينشاء عنا شخص خلينا نقول إلى حد كبير غير قادر على التعامل مع المشاكل يلجأ دائماً إلى استراتيجية الهروب دائماً العجز هو هو اللي موقفه سواء كانت بالمشاكل الصغيرة أو بالمشاكل الكبيرة فهي واحدة من النظريات النفسية اسمه العجز المتعلم أنه دائماً الشخص ما عنده خيار آخر لأنه لا يملك أدوات ما تعلم أدوات ما تعلم تقنيات يبدو هذا أنه أقرب الحلول خصوصاً أنه الخيار الآخر هو عجز يعني هو ما عنده استراتيجيات وفشل فيها هو شخص لا يملك الاستراتيجيات أو قد تصير يعني الشخص مو بالضرورة يكون بيئة تربيته وهيك ولكن ربما أحياناً مشكلة كبيرة أو حالة كبيرة أو ظرف معين ضاغط جداً 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 فشلت الآليات النفسية تطويقه ومقاومته والتعامل معه فبالجأ إلى حالة العجز هنا طبعاً هذا الأمر بحد ذاته ممكن يخضع لإجراءات نفسية يمكن يخضع على تقييم نفسي في استراتيجيات فيه كثير من أنماط لعلاج نفسي الغير دوائية أنماط التي تصير عن طريق معالج نفسي مختصة إلى علاقة بحل التقنيات حل المشكلات تقنيات نسمية علاج معرفي سلوكي أنه فصل الفكرة عن المشاعر أنه غالباً المشاعر اللي أحس فيها سوداوية أو سلبية اللي تخليني عم تخودني لهذه الحالة من الانتحار مرتبطة بفكرة معينة عم تنشأ فبتحاول نجأ استراتيجيات هي علمية هي علاجات مسجلة فصل المشاعر عن الأفكار تقنيات أخرى في كذا تقنية طبعاً وفي نقطة كتير مهمة ما فينا نفصل مثل ما ذكرت الانتحار بأي سياق أي مرض وجده أو في سياق أي اضطراب لأنه أي اضطراب نفسي بالنسبة لي له علاجات المستقلة فأنا بدي حدد فكرة الانتحار كمان بدي حدد بسياق أي اضطراب لحتى أنا أقدر قارب العلاج الصحيح لأنه ما في شيء اسمه علاج مجرد للانتحار طبعاً دكتور من خلال اختصاصك والحالات اللي تشوفها ذكرت حضرتك أنه الانتحار هو حالة اكتئاب يوصر فيها المريض لقرار الانتحار من خلال عملك اليوم بدي نسبة الاكتئاب عنا؟ والله هي بالأساسية إذا بدنا نجي نحنا للواقع إذا بدنا نجي كأحصائيات مسجلة ما عم بحكي بسوريا عم بحكي عالمياً هو نسبة الاكتئاب خلينا نقول لعشرين لخمسة وعشرين بالمئة ولكن هاي الحالة معمولة خلينا نقول بالظروف المثالية والنموذجية يعني وتكون الأمور مستقرة اليوم ما في أبدات لحي الحالات تمام نسبة مراجعين لعيادة نفسيين ما بحكي عن إحصائية رسمية هون أنا ولا إحصائية دقيقة ولكن من مشاهدة يومية نسبة المراجعين فعلياً دكتور عفوان لو في هذه النسبة عم تروح لأطباء نفسيين فكن نوضع أفضل لأنه نحنا المشكلة ما في حالة الاعتراف اليوم بالمرض أو أني أنا روح للدكتور نفسي يعني ما حدا بيقول أننا مثلاً رايح أو عندي موعد بعد دكتور نفسي الظروف اللي عم نمر فيها يمكن حتى ما كان فيها العدد المراجعين لأنه بحالات الحروب بحالات الضغوط بحالات الحصار تصير الصحة النفسية مطلب ملا رفاهية يعني بالأحوال الطبيعية رفاهية غالباً شخص بيأجلها دكتور هيك سريعاً كتير حاب نضويك واقع سوري اليوم شو أكتر الحالات اللي عم تشوفوها أو عم تتردد على العيادات النفسية والله مثل ما ذكرت الحالات المزاجية عموماً يعني حالات الاكتئاب بشكل شديد على اختلاف درجاتها في حالات انتحار مسجلة للأساف نعم تتسجل في محاولات للانتحار كمان كتير عم تكون شديدة هم يكون فيه سبب مشترك لهذه القصاص؟ طبعاً فيه سبب لأنه نحنا كمان اليوم ما فينا نفصل شغلة كتير أساسية أنه نحنا ما نحكي عن كل اطلاب أكيد إلو أسباب واحد اثنين ثلاثة ولكن نحنا خلينا نحكي اليوم أنه فيه واقع مليء بالضغوط ضغط فيه العامل المحرض خلينا نقول المحيط البيئة المحيطة مليئة بالضغوط مليئة بالأسلاب المحرضة اليوم نحنا عنا كمان ما منسى أمور غير الضغوط الاقتصادية والمعيشية في عنا حالات من تفكك الأسر الشديدة حالات من الهجران حالات من الفقدان حالات من تفكك العوائل بشكل يعني كتير كتير كبير بسبب ظروف الحرب فهي مجموعة أسباب تراكمية فعلاً ممكن عم تضاعف حالات النكس حالات النكس بازدياد للأسف العوامل دائماً المطلقة والمحرضة عم تكون شديدة جداً وتدفق هذه العوامل المحرضة عم بيكون أكبر بكتير من قدرة على التطبيق علاجياً نصائح اليوم ممكن وجهها دكتور موضوع الفكرة الانتحارية لو كان بسياق يعني شيء طارق ظهر مجرد وجود فكرة الانتحار وفكرة تمني الموت فكرة تمني الموت وجود فكرة انتحارية وجود محاولة لو كان بشكل طاري هذا الشيء يعني بيبدون نقاش يستدعي تقييم نفسي نحنا باللغة بالعامية وقت الحدا بعصر بيقول إن شاء الله هيا لم تركز علي تماما شرليك termine واقع الأول وهيا نوع او كمام تركز فكرة أقرب الحلول والشخص دائماً يصل إلى مرحلة مليئة من الضغوطات فدائماً بالجاة بشكل لواعي انه أنا بالجاة لأقرب الحلول لموت خلاص ونهاية كالشيء بالفترة البشرية يعني الناس بتحب الحياة بتغلب يعني أدمع سلوك الانتحار يعني هو أنه أنا ولما لصل بنسميه للحظة الحقيقة أنا بدي أنه حياتي خصوان نساء على فكرة خصوان نساء بيتراجعوا يعني فيه بشكل سريع بس فيه إحصائية مسجلة أنه الزكور نسب الانتحار عندهم أعلى يعني بلتزموا بفكرة الانتحار وبينفزوها بشكل أعلى بينما النساء نسبة محاولات الانتحار عندهم أعلى بمعنى بيصلوا للحظة الأخيرة ولكن بيتراجعوا تماماً غريزة غريزة الحياة والبقاء تمنعهم أكيد ونتشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحة النفسية والصحية لكل الأشخاص والله يبعد عنها هذه الأمراض شكراً يا دكتور حضورك لليوم شكراً كثير إليك دكتور